أهلا بحراركم مرة تانية. خلينا نروح لتريند الأهلي ونشوف أهم وآخر الأخبار وأبرزها على السوشيال ميديا. بالتحديد خلال الساعات الأخيرة. ونبتدي بحساب يلا كورا على تويتر. والذي بيقولوا أن في مصدر يلا كورا قال أن مارسل كولر يمنح لعابي الأهلي راح يومي السابط والأحد. ويستعلم في تدريبات يوم الاثنين استعدادا لمواجهة التحاد اللامنفسير. وده كلمنا فيه بشكل رسمي. طيب برنامج كولر ده كمان من الوطن السبورت وحسامهم على فيسبوك. برنامج كولر قبل مباراة الأهلي والتحاد المستيري. إقامة التدريبات عصرا. برضو كلمنا في الجزئية دي الفريق على مدار الفترة اللي جاية. بداية من يوم الاثنين بإذن الله تعالى. والحد يوم الخميس. يعني عندك اثنين وثلاثة واربع. الخميس أكيد حيب مران صباحي قبل الصفر. فأنت هتتمرن اثنين وثلاثة واربع ساعة أربعة. والخميس مران صباحي. وبعد كالفريق يتجه للمطار بإذن الله. وبعد كده يسافر إن شاء الله ويوصل بالسلامة لتونس. البلد الجميلة اللي منحبها جدا. وإن شاء الله يتقلق كمان الأهلي هناك ويرجع بنتيجة إيجابية قبل مباراة الأياب تديك أريحية نوعا منها. فده بخصوص برنامج الأهلي خلال الفترة اللي جاية. كمان اليوم السابع سواع على تويتر. الأهلي يستعين بالتراجل استكشاف اتحاد المنستري قبل مواجهة 9 أكتوبر. وده من خلال متابعة كولرز لكل كبيرة وصغيرة بتخص هذا الفريق. ويمكن اتحاد المنستري عنده مباراة داية مع فريق التراجل التونسي. وده بخصوص إن كده كده التراجل عنده مباراة في دور ال32 دوري أبطال أفريقيا. مع تأجيل الجولة الأولى أو تأجيل مباراة الدوري التونسي بشكل رسمي. فبالتالي فرقيتين استقروا إنه هما يستعدوا للمواجهات المختلفة بالنسبة لهم في دوري أبطال أفريقيا. سواء اتحاد المنستري حيقبل نادي الأهلي. والتراجل عنده مباراة أيضا مش متذكر اسم الفريق اللي حيقبله. لكن في كل أحوال استعادات جيد للفرقيتين. وجيد بالنسبة لنادي الأهلي لو حب إنه يتابع أو لو عارف يشوف اللقطات اللي بتخص بهذه أو بتخص هذه المباراة الوداية. لكن كده كده الأهلي متوفر له عدد من الفيديوهات المهمة اللي بتخص فريق الاتحاد المنستري. طيب اليوم السابع بتكلمه أيضا على الاتحاد المنستري وتصرحات لأحد مسئوليه. واللي بيقول طلبنا حضور 9000 مشجع لمباراة الأهلي والفريق مكتمل الصفوف. رقيتهم مكتملة. الأمور بالنسبة لهم جيدة مع مدرب مميز جدا بخلاف كمان الجمهور اللي حيحضر أكيد حيكون جمهور قوي. لكن في كل الأحوال 9000 على حسب حجم الملعب. الحجم بتاع الملعب مش كبير أعتقد. فبالتالي ممكن يكون الأستاذ ممتلق بال9000 دول. لكن هنشوف إيه اللي هيحصل فيه هذه المباراة. إن شاء الله الأمور تمشي في الشكل أو في الطريق اللي احنا نتمنىها. طيب قرأ بلاس الأهلي أنهى إجراءات الصفر إلى تونس. تمام؟ ده أكيد طبيعي. إجراءات أكيد هتنتهي والأمور تتحضر. البعثة إن شاء الله بإذن الله هتسافر يوم الخميس برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي. وإن شاء الله بإذن الله بالقايمة اللي حيتامل إعلان عنها من قبل كولر. بخلاف البعثة الإعلامية وأيضا الجهاز المعاون وجهاز كولر الفني وجهاز الإداري والطبي. إن شاء الله تكون رحلة موفقة والفريق يرجع بفوز. ليه ما يكونش فوز بإذن الله تكون انطلاقة قوية جدا. رغم أن فريق طبعا لاتحاد المينستير فريق قوي طبعا. طيب تعال نروح للخبر ده من حساب في الجول ومصدر من الأهلي بيكشف في الجول أن النادي أرسل عرض تاني اللي ضم مارسينو. بعد طلب فريق كواساكي فرونتل الياباني زيادة المقابل المادي. بغض النظر يا جماعة يعني ده ممكن يكون الله أعلم بقى حاجة حقيقية مش حقيقية. إحنا هنا هنا بنتكلم في الإطار الرسمي. فأي حاجة حنقولها يقولك رسميا قلات الأهلي قالت. وإحنا ما فيش حاجة رسمي تلعت من النادي سواء عن طريق النادي أو عن طريق القناة. فبالتالي خلينا ننتظر ونشوف لكن مؤكد أن الأهلي ماشي في إطار تدعيم صفوفه. ممكن يكون مارسينو وممكن يكون فيه واحد كمان وممكن يمكنش فيه حد. بس هو مؤكد فيه صفقتين أو صفقة يعني مؤكد صفقتين إن شاء الله بإذن الله. خلينا بس ننتظر ورد الحاجات دي تنجح ورد النهاية ما تنجحش ورد الأمور تمشي إزاي. فكل الأحوال ده خبر ننتظر الرسمي دايما من النادي الأهلي. ما فيش أي حاجة رسمي نقدر نقولها لحضراتكم. خلينا نروح للوطن سبورت. اللي أسمع المرشح للخروج من قائمة الأهلي بالموسم الجديد. ثلاث لعبين في الصورة. كلام هنا عن زياد طارق ومحمد فخري بخلاف صلاح محسن كده كده موجود دوعا في قائمة الانتظار. لكن كولر كمان مقتنعة جدا بمحمد محمود ومتوليه اللي اتنين موجودين مع الفرقة ومش حيمشوا. لكن اللي وارد جدا توقن للمكتوب في الخبر. لأنه برضو ده مش في الإطار الرسمي. إن ممكن زياد طارق يخرج أو محمد فخري. فخلينا نشوف اللي ممكن يحصل خلال الفترة اللي جاي. طيب خلينا نروح لخبر آخر. وده من حساب في الجول. واللي بيقول إن كهرباء يقضى على اختبار الطبي النهاردة. أو بتحديد يوم الاتنين اللي جاي. قبل العودة للتدريبات. كهرباء عنده شد عضلي خفيف. أو إجهاد عضلي في العضلة الأمامية. أعتقد عم أتذكر. وإن شاء الله جهات بسيط جدا. آه مكتوبة هي العضلة الأمامية. جهات بسيط. وحيقدر يشارك في التدريبات بعد الاختبار الطبي بإذن الله تعالى. يوم الاتنين اللي جايوا. كهرباء من اللعبة المهمة جدا جدا. والاستعد بشكل كويس في الـ Pre-season. أو في المرحلة الحالية قبل بداية الموسم. يلا كورا. بالكلمة عن استراتيجية الأهلي. وإحنا اتكلمنا فيها قبل كده بالمناسبة. استراتيجية الأهلي في التعاقدات هذا الموسم. النادي أهلي دايما فريق بطل بتحاول تدعم صفوفك. تحاول تجيب لعيبة كويسين. يكونوا أضافة للمجموعة اللي عندك. عشان تكون قايمة قوية جدا. تقدر من خلالها أنك تنافس على مختلف الألقاب في الموسم. فطبيعي أن أنت بتدارع على لعيبة المميزة جوا مصر. كام لعيب مميز جوا مصر؟ أو يفرق عن اللعيبة اللي عندك؟ قليلين ومحدودين للغاية. اتنين تلاتة على أقصى تقدير. الأهلي تحرك أنه يحاول يتعاكم معهم. لا أكيد تحرك النادي الأهلي. لكن اتصدم الناس في النادي الأهلي. وكلمنا في الكلام ده قبل كده أن الطلبات فيها بشكل كبير جدا. حتى في إطار الصفقات التابدولية. بتطلب لعيب يتقلق أن أعيز أربع لعيبة. تيجي تطلب لعيب بعينه من نادي تاني. يقول لك أصل تلاتة مليون وخمسة مليون دولار. وحاجات غريبة كده بنسمحها. تيجي تطلب لعيب تالتي. يقول لك أصل مش عايف كم مليون جنيه. فالأهلي قال لك لا. كده كده الكلام ده ما ينفعش. أوه إحنا محتاجين لعيبة عايزين ندعم الصفوف. في نواقص عايزين نشتغل عليها. عشان نبقى جمدين في السنة اللي جاية. لكن في نفس الوقت لا. أنت مش هتجبرني أن أدفع مبلغ كبير. مع لعيب قريب قوي قوي من اللاعب اللي عندي. في مركزه. فلا طبعا. النواهب كلها متقربة. المستويات كلها في مصر متقربة. فالأهلي لجأ ناحية أمريكا اللاتينية شوي. جاب مين؟ جاب برونو سافيو. بعد ما جاب برونو سافيو. عرف ونجح أنه يجب مثلا شدي حسين ومصطفى ساعت. من الوارد أن يتم الإعلان عن بعض الصفقات الأخرى. من الوارد. خلال الفترة اللي جاية. فده اللي خلال الأهلي أنه يتجه اتجاه تاني. يجيب لعيب كواليتي عالي. بأسعار مع أولى. وفي نفس الوقت يضيف للفرقة. وفي نفس الوقت اللي عمله النادي الأهلي السنة دي. هيزبط السوق في مصر. سوق اللعبين. لأن بصراحة الأسعار والأرقام مبلغة فيها بشكل كبير جدا جدا. فده حاجة تحسب النادي الأهلي. وحيحس بيها مختلف الأندية في مصر خلال الفترة اللي جاية. ترجمة نانسي قنقر